بسم الله الرحمن الرحيم سنستكمل الآن الشابط الثامن عملنا 2 فيديوز عن بايو صفار لو اتعلمنا كيف نحدد اتجاه المجال المغناطيسي اللي ناتج من وير عند نقطة ما ثم بواسطة القانون نفسه قدرنا نحسب شدة المجال المغناطيسي لثلاثة مختلفة لستريت واير لكيرد واير وللوب عند نقطة مش في السنتر أوف سنتر الآن عنواننا فورس بتو براليل وايرز فورس بتو براليل وايرز بعتبر انه هذا الموضوع مش موضوع جديد لانه هذا بيدمج ما تعلمنا في الشابطر الماضي مع ما تعلمنا في الشابطر الحالي ايش تعلمنا في الشابطر الماضي انه اي سلك موجود في مجال مغناطيسي بتأثر بقوة مغناطيسية تبعا للقانون اف بتساوي اي اللي كروس البي الاعتبار انه الواير ستريت ايش تعلمنا في هذا الشابطر انه كل سلك بيولد مجال مغناطيسي الان لاحظ عندي براليل ستريت وايرز ولونج بيولي ايش عندك معلومة او معلومتين انه هذا الطيار بيولد مجال مغناطيسي وين في المنطقة اللي حواليه طب هذا وين واقع؟ واقع في مجالة اي اللي تحته معناها تحسب الشابطر الاول يتأثر بقوات تبقى للقانون اف بتساوي اي اللي كروس البي بدى نحسب هذه القوة اللي على السلك الاول من السلك التاني او العكس اذا consider too long and straight parallel wires separated by a distance a and carrying current i1 and i2 زي ما انتو شايفين اتجاهاتهم بنفس الاتجاه اتجاهاتهم متشابهة كلهم راحين على اليمين ايش بقولي ايش واير ي three automatic force ليش؟ لان كل واحد موجود في مجاله التاني يعني لك كل السلك موجود في مجال مغناطيسي المجال المغناطيسي مش تبعه الواحد متأثرش في مجاله ها في مين في مجال غيره هقول اي اي واحد موجود في مجال التحتاني صح والتحتاني موجود في مجال الفرقاني صح تمام تكالكوليت the force on wire one قل لي أنا الآن نركز لي على wire one موجود في مجال مغناطيسي آه من وين المجال مغناطيس هذا أنتجه إذن تكالكوليت the force on wire one due to the wire two لأنه موجود عند المجال wire two إذن عند مجال wire two we need to find the magnetic field B2 produce by the wire two at the site of wire one عشان أطبق القانون F بتساوي I اللي كرسل بي بدي بي اللي ناجة إنت بتقول لي ناجة من وين من التاني من وكيف أجيبه توجبت بين قانون باي وصفر له للسلك الطويل جدا قلنا ميونوت I2 على 2 باي إيه وين بدك إياه بدي إياه هنا في المكان اللي موجود فيه السلك واحد إذن هذا بنكون من الإجزامبل لحلنا ميونوت I2 2 باي إيه هدي مخدار B2 عند النقطة هادي يا إخوانا عند النقطة هادي مين يجيب لي اتجاه المجال B2 B2 من وين جاي من I2 يعني من I2 وين إبهامك بدي يكون باتجاه I2 شوفوا أصابعكم الأربعة كيف بتحركوا عند النقطة هادي بدي بدي إياه يكون عمودي على R وعمودي على L L سيني وR صاضي بدي تكون Z Z يعني لا عليا لا عليكم لا عليا لا عليكم كيف تكون هالجاية تطلعوا لي وين إبهامكم وشوفوا أصابعكم الأربعة وين بتكون إبهامكم هيك وأصابعكم الأربعة هنا نقطة هالجاية سيني ونقطة هايها أنا بدي إياه هنا صح ولا لا عمودي على هذا وعمودي على هذا بدي يكون out of the page ولا into the page أصابعكم الأربعة والبديكم out of the page out of the page هاي بيتو هاي بيتو طبعا هنا ولا هنا ولا هنا كل واحد إذن الآن أي واحد موجود في مجال مغناطيسي اتجاهه out of the page بدي القوة اللي عليه إذن the right hand rule tells us that the direction of P2 is out of the plane of the page حلو نشوفي ال-F نذكركم فيها ال-F عادي بدي أجيبها بس يالله كمان نعملها هنا القانون تبعي شبطة الماضي F بتساوي I اتذكروا معايا L cross B كيف كنا نجيب اتجاه ال-F كنا نقول أصابعك الأربعة مع التيار بحيث تلف باتجاه ال-B كيف ال-B هيك بنفع كون هيك بتلف I into the page أنا بديها out of the page كيف إبهامي لأسفل إذن قوة لأسفل بلاش شيك خلينا بناشي الوحيدين خلينا نعملها مباشرة بتساوي اتجاه ال-L كيف قال لي I صح ولا لا I هي اتجاه ال-L طب هو ال-B out of the page كي out of the page كي يعني I cross K minus J يعني كيف اتجاه القوة لأسفل يعني هذا بتأثر عليه قوة لأسفل طب لو سألتك بيقرب على السلك التحل الثاني ولا بيبعد عنه حسب اتجاه القوة بنزل تحت وتسرك تحتاني وين تحت يعني زان بيقرب عليه يعني لو اجيت قتلك القوة تجاذبية ولا تنافرية قال لي قاعدين بيجذبوا بعض طب لو بدي احسب القوة على هذا ايش بتتوقعها بتتوقعها هيك كيف هذه قفتني بيقول لي هو هذا مش موجود في مجال مجال مين مجال هذا جبولي اتجاه بي واحد عند النقطة هذه اتجاه بي واحد قال لي والله بتطلح هاي بي واحد اذا اثن اثنين بتساوي اي اللي اثنين اللي اثنين اي كروس اي بي بي واحد يعني هادي لو كنا كنا من F1 الواحد بي جاية من اثنين صح ولا لا لكن لو بدي اجيب اثنين بتصير F2 بتسوي اي اللي اثنين اللي اثنين برضو بتتجاه اي بي واحد بي واحد نقص كي بصير جي بتقطع لها اعلى تمام اذن هيو عاملها بالتوضيح قال لي اي كروس الكي طلع تسالي بج يعني لأسفل اي واحد الواحد كروس بي اثنين بي اثنين جبتها من قانون بيو سفر لو المثال الاول اللي حلينا ميو نوت اي اثنين عثنين باي اي اي كروس الكي طلع تسالي بج اذا كيف لأسفل فهو بقول لي the direction of the force of one is directly toward of two لتحد that if the force between the two wires is attractive طيب it is easy to show that وتول الساعة عملناها if the currents are in opposite directions قال لي لو هذه اعكست لي واحدة من هدول لو هذه انعكست بدل هذه كانت هيك ايش بتصير هذه بتصير هذه سالي باي ساعة هذه بتصير شي اذا لو واحد من التيارات انعكس بتصير القوة تباعدية تنافرية طيب لو بدأ اعكس هذا وخلي هده زي ما هو لو تعكس هذه ايش بتصير هذه بتصير هيك لو لو قالوا السلكين اتجاه طياراتهم عكس بعيد بيكون القوة تنافرية اذا اذا اتراكت 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 ايش يعني اذا كان طياراتهم متعاكس ايش بتكون القوة اللي بينهم تنافرية مظبوط لا تام بدنا ايش نحفظ حاجة بس في المعلومة وكان المعلومة هذه كانت تعملها بسهولة لانه المجال المغناطيسي لسلك طويل بنعطيك القوة اللي على سلك بنشتبط للأول اذا ما فيش عندي ايش جديد تمام نشوف المثال two infinitely long two infinitely long parallel wires are lying on the ground a distance a بتساوي one centimeter apart and carrying current i one in the same direction same direction يعني ايش اتراكت عندي سلكين وانا حططتهم وين على الارض حططتهم على الارض والتيارات تبعتهم بنفس الاتجاه حلو قال لي فيك منسلك a third wire of length and mass 400 جرام carries a current in opposite direction هذا اتجاه تيرو علي وهذا اتجاه تيرو علي رح جيبت واحد تالك اتجاه تيرو علي بالضبط زي هيك هدول شكلولي رؤوسه مثلث متساوي الاضلاع زي ما هو بقول هذا التيار لما جبته هذا عكس هذا ما زال عكسه بدوش ينجلب بدو يتنفر بدو يطلع وهذا بدو يطلع كي بدو يتنفر مع هذا عدي باشوف هذا بدو يتنفر مع هذا بدو يترحيك وهذا بدو يتنفر مع هذا بدو يطلع حيك السيني بلتغي بيضال في عندي قوة إلى أعلى اذا أول ما حطيت هذا واحد بقول ارتفع لفوق ليش مش هادير فعكتي قال وزنه ما فيه له وزن وزنه بعمل كولبريا تم and is levitated above them ارتفع علق فوقهم at a horizontal position زي ما تو عملت at a horizontal position هيك midway between them midway between them زي ما حكينا مثلث متصاوي الأضلاع what is the value of i2 so that the three wires form and equilateral triangle بقول لي قديش قيمة i2 عشان تكون التعليقة عاملة مثلث متساوي الأضلاع طبعا مثلث متساوي الأضلاع يعني الزاوية تبعت كل واحدة منهم قديش 60 درجة صح ولا لا هذه بس معلومة عشان مثلث متساوي الأضلاع خلينا رسموه اللي أنا تنور رسمته بالضبط سلكين طبعا هو عاملهم سلكين تيارهم عليكم زي ما تشايفين واللي فوق تيارهم علي اتزنوا 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 بدوا قيمة اي اتنين قيمة اي اتنين اي واحد اتنين يه مت انبير قديش قيمة اي اتنين بحيث انه هذا يتعلق بهذا الشكل خلينا نرسومهم هدول احلى هيك تنتين انتو ذا بيج ووحدة جاي علي تنتين انتو ذا بيج والوحدة الفوق جاي علي اذا هدول التنتين اللي رايحين عليكم هدا هم ان شاء الله يكون الكاميرا جايباها وهدا اللي جاي علي بدي ارسم الانتز هادي انتو ذا بيج انتو ذا بيج وهادي اوت اوف ذا بيج حيلو جاي بدي قيمة اي اتنين عشان يكون هدا مثلث متسول اضلاع يعني الزاوية هادي ستين هادي ستين هادي كلها ستين يعني هادي الزاوية قدي ايش تلاتين دولي خلينا ناخد هذا وهو متزن طبعا هذا متزن وهذا متزن وهذا متزن هذا هو المعلق وبالتالي في ام جي واللي علقوا القوة المغناطسية هذا جاعد على الارض هذا جاعد على الارض وبالتالي في النورمال فورس اللي بتأثر من الارض عليه بديش اياها وهذه نفس العملية اللي كان عدها حشوف انهم برضو متزن ين لكن النورمال فورس انك تعمل لي مشكلة خلينا نطلع علي فوق إذا ركز على اللي تيراتهم مختلفة ولما تكون التييرات مختلفة ايش بتكون القوة بينهم تنافرية طب وهذا وهذا برضو مختلفة القوة بينهم تنافرية شوفوا انا بركز على القوة اللي على هذا تنافرية اذا كي بتتكون هيك وعلى هذا تنافرية هيك و gì في كمان الوزن اذا اف جاي من الرايت و اف جاي من الليفت حلو قال لي ايش الاكوليبريام المركبات السنية بتساوي السفر والمركبات الصادية بتساوي السفر المركبات الصادية هايها في شحلة منها المركبات السنية هادي هادي بدي حللها حللها note that the other two wires are also in اكوليبريام بقول لي انتبه هذا برضو ان اكوليبريام مظبور هادي وهذا ما لهم قوة تجاذبية لانه منفس الطيارات صح ولا لا طيب وما هو بعب بين هذا وهذا في قوة تنفرية صح ولا لا نجي نحلل هادي المركبات السنية مش بتكون هيك انا عاملها لا خلينا اعملها مش هادي بتتحلل هيك لو بدي اديبها بتتحلل هيك هادي بتعادل هادي طب هادي مين بعدلها بعدلها سوري النورمال فورس ذكرينها النورمال فورس هذا نفس العملية هذا بنجذب لاللي زيه وبتنفر حللها لما نحللها هتطلع عندك هادي وحدة هيك ووحدة هيك عشان يكون متزن هذا بيوزن هذا وهذا ايش بيوزنه النورمال فورس هادي من وين جاية هادي من القوة اللي هان بقدر اجيبها لانه الزوان انا برفها وبالتالي بإمكاني لو بدي اشغل على هذا اشغل على هذا اقول هذا بسوي هذا وبقدر اجيب آية اتنين بس احنا عشان في عندي ام جي معروفة وهنا يمكن اني تغلبني مقدريش اجيبها قال لي انت به هادي ما هي هادي المسافة زي هادي المسافة وبالتالي القوة هادي هي نفس القوة هادي هادي اي اتنين نفس اي اتنين وهذا اي واحد مشترك اذا معناته القوة هادي هي نفس القوة هادي لما حللت بعد ديني هادي هي نفسها هادي واللي انا قاعد بعملهم التنتين اللي فوق هما اللي عادلوا الوزن اما هدول مالهم طيب انا بدي المركبات السينية مجموحهم قديد سفر ايش ضايل مجموعة المركبات الصادية تساوي سفر نزبط لله اذا اذا اف ماجنتيك اللي هما التنتين هدول مش بتساوي اف ار كوسين الفيتا زياد اف لفت كوسين الفيتا على اعتبار انه الفيتا هيها الفيتا هيها هادي بتتمم هادي كمام يعني هادي بتتبادل هادي هي نفسها هادي وهادي بتتبادل بالرأس مزبطول الى تمام او هادي هي نفسها هادي كل واحد إذن هادي ثيتا هي نفسها ثيتا لها وبالتالي بيصير عندك كوسين ثيتا قديش الثيتا هادي كلها ستين وهادي نصها تلاتين ثيتا الثيتا تلاتين لأنه هادي مثلث متساوي العضلاء لازم القوتين اللي فوق إيش يساوي وزنه هادي وويت لازم يساوي وزنه مزبط لله إذن أفأم لازم يساوي الضابليو اللي هي أم جي حطيت الأفأم اللي هو مجموعة القوتين المتعامدتين اللي الواي كومبونينس جبتهم هده هما سويتهم بأم جي ليش حطيت تلاتين قلنا لأنه الزاوية هادي مثلث متساوي الأضلاء ستين نصها تمام جبت من هذه المعادلة آية اثنين كل شي موجود عندي كتلة السلك الفقاني اللي معلق معروفة جيب عرفها إيه المسافة أعطاني إيها أصلا آي واحد أعطاني إيها 10 أمبير دل أجيب له آية اثنين عوضت طلعت 113 أمبير ذاكرين أنه آي واحد مئة أمبير آية اثنين قديش طلعت 113 أمبير الكتلة هدهية أو بونت فور كيلوغرام والإيه عشرة آآ عشرة سانتي هي ولا واحد سانتي أعتقد واحد سانتي المسافة عشرة سانتي سوري الثير دوير هده آآ واحد سانتي إذن أو بونت أوان وبالتالي اقدر تعوض واجيب القيمة إذن العملية سهلة جدا حلو نشوفها بقول لها دول تلات أسلاك the figure shows the three long straight parallel equal spaced wires equal spaced يعني هادي وهذه نفس المسافة حلو with identical currents آي واحد بتسوي آي اثنين بتسوي آي تلاتة the wire that has the greatest magnitude of the force due to the currents in the other two wires is قال لي مين من هذه الأسلاك بيكون علي قوة قيمتها أكبر قوة أكبر قوة خلينا نجرب هل هو lift ولا middle ولا right ولا كلهم زي بعض نشوف الأول هادي هاكم قوة عليها اتفقنا الأسلاك المتشابهة بينهم قوة تجاذب والأسلاك المختلفة بينهم قوة تنافر هذا بيزب هذا بنيزب لهذا وبتنافر من هذا إذن بنيزب هان وبتنافر لهان مين أكبر يا ترى هذا القوة لهان ولا القوة لهان بقول له هذا أقرب معناته قوته أكبر لأنه هذا أقرب هذا بعيد عليه وبالتالي بتوقع أنا قوة التجاذب تغلب قوة التنافر إذن net force على هذا كيف هناك لكن قدش قيمتها هذا نقص هذا صح ولا لا إذن إذا اتجاهها نجي لهذا هذا بتجاذب من هان وبتنافر من هان بتجاذب لهذا عشانه زيه وبتنافر من هذا عشانه مختلف عنه هدول القوة بدي أطرحه ولا بدي أجمع بدي أجمع بدي أجمع قوتين زي بعض نجي لهذا هذا بده يتنافر مع هذا ويتنافر مع هذا بهذا الشكل برضو هذا جميع طبعا دائما الجميع أكبر من الطرح نتيجتها آه بس هاي هذا جميع وهذا جميع قولكم أجمع التنين هدول ولا التنين هدول نفترض أنه هذا خمسة وهذا خمسة لكن هذا خمسة لكن هذا اتنين ليش؟ لأنه هذا جاي من هذا وهذا ضعيف لأنه هذا أبعد إذا من ها لهان خمسة ها هادي خمسة خمسة ليش؟ الاعتبار أنه المسافة هادي واحدة والمسافة واحدة وبالتالي نتيجة خمسة خمسة جديش نتيجة ثم عشرة هادي خمسة لكن هادي جديش؟ يمكن اتنين بزبط لله إذن هادي خمسة واثنين سبعة هادي عشرة مين أكبر واحدة؟ الميدل الميدل صح ولا لا؟ طب مين أصغر واحدة؟ خمسة وخمسة وعشرة كبيرة خمسة واثنين سبعة طب هادي خمسة نقص اثنين بطلع ثلاثة إذن يش أصغر واحدة؟ أصغر واحدة إن هي فيهو؟ إذن واضح الكوز حيلو الآن خلصنا من بايو سافارلو وعرفنا كل سيليك بيولد مجال مغناطيسي وحسبنا بواسط قانون بايو سافارلو لما يكونوا في سلكين أو ثلاثة أو أربع بينهم قوى بالقطع لأنه بيكون واحد منهم واجع في مجالات التانية الآن إيجي أمبير بده يأمل زي جاوز بده قانون يجيب له شدة المجال المغناطيسي بطريقة أسهل منه نأخذ عنصر وأكامل وتأكد في دايريكشنز وأخذ مركبات سينية ومركبات صادية طبعاً اختلف شوية عن جاوز وقدم نشوف إيش الاختلاف هذا أمبير كنا منه نعرف أمبير لأنه وحدة التيارية على اسمه أمبير زلو اللي توفى سنة 1836 عاش بين العوام 1775 لألف وتمانمية وتلاتة وستين طبعاً هنتوا عارفين من اسمه فهو فرنسي إيش بيقول بيقول جاوز إيش بيقول هذا تكامل حوالين هذا تكامل على سطح مغلق هذا لائن واللائن لازم يكون مغلق يعني loop the line integral of b.dl b.dl هناك b.dl لأنه d.a surface جاوز e.da around any closed path any closed path مش closed surface closed path is equal to mu note على i enclosed إيش تعرف QN الشحنات داخل السطح هنا ما فيش عندي سطح سطح مغلق عشان أقول داخل وخارجه هايش قال لي فيه عندي loop مغلقة طبعاً أي loop مغلقة ايش بتسوي قال لي بتعمل سطح بدي الطيارة اللي بيخترقها هاي i enclosed التريارة اللي بيخترق المساحة اللي بيتحددها اللوب إيش اللوب هايدي بس مغلقة بس أي loop مغلقة أقول لي أي loop مغلقة هذا خلون أمبير إذن i enclosed if the total steady current total net يعني لو فيه تيارين بيخترقوا إذا تجمعهم عكس بعد وترحهم the total steady current passing through the surface bounded by the closed path إذن i enclosed هو التيار اللي بيخترق أو اللي بيمر في المساحة اللي حددها اللي حددتها اللوب المغلقة تمام هاي قانون أمبير التكامل المغلق بي ضد دي إيل هناك إيش كانت إي ضد دي إيه هاي أول خلاف دي إيه هاي دي إيل هاي مساحة هاي بتعطيني طول بتسوي ميونوت وبدل إبسلون نوت واحد على إبسلون نوت وإي enclosed بدل كيو إن نشوف إيش هذا بقول لي هاي عشان يقول لي الدائرة مغلقة the integral is over a closed loop called the ambrian loop زي ما سمينا Gaussian surface هاي من سميها الامبير ينلوب اللوب بتاعت أمبير إيش هادا نتذكر إيه في قانون غاز هو شدة المجالي الناتج من جميع الشحنات اللي حوالي وهنا هو شدة المجالي المغناطيسي اللي ناتج من كل الكارنت اللي حوالي ديو to the wall current distribution إيش هاي دي إيل هاي كانت مساحة سطح غاز هاي طول اللوب راستوانة زادا كونتو ذاكريين لا كرة راستوانة هنا كان هنا بيقول لي لا لا دائرة لا مستطيل هاي لوب مغلقة تماء قال لي إيش هاي تنوي عرفت the net current crossing the surface bounded by the amperian loop أي لوب مغلقة احنا تنوي قلنا إما دائرة أو مستطيل هاي مستطيل في جوبة مساحة صارت ولا لا هاي بدأك تطلع ليش فيه تيار اغلقت اخترقت طب هاي دائرة في مساحة في مساحة تشوف لي هنا في تيارات ولا لا تيارات اخترقت يعني التيارات تخترق إما out of the page أو into the page طبعا إذا التنين كانوا موجودين وكانوا واحد اوت واحد اين بدي أطرح لكن لما يكون في عندي تنين زي هيك هذا هيك وهذا هيك بدي أجمع طب واحد هنا اجمع يكون اتجاهه اتجاهه بدك إياه لا لأننا بدي التيارات اللي اخترقت المساحة هذه الباقيين اللي بره بدي اشي إياه تام بيقول لي لاي إذا على طول عمل كوررسبوندنس بتوين أمبير زلو وقاوز زلو عمل على طول مناظرة بيقول لي خانون أمبير ليش إجا قال لي عشان أحسب شدة المجال المغناطيسي معروف طب انت مش معروف كده تجيب وقال لي فيش عندي إلا على الوحيد إنه هذا يكون constant عشان أطلعه بره صح ولا لا إذا طلعته بره بكمل تكاملي بكون المجهول الوحيد في المعادلة هو بطلعي جواب طب إذا بيمي الثابتة بقدر تعمل حاجة تقدر تطلع بره لو بيمي الثابتة لا طب هو بتقدر تطلعه بره بقول لي آما هو قل لي أنا أحيانا بقدر أطلعه بره اختار اللوب المغلقة عشان كده منقوبك تختار إما دائرة أو مستطيل سعتها بي بتكون constant أو ممكن تكون zero المهم التكامل بتقدر تتعامل معاه طب كل الأشكال هذا الكلام لا طبعا مع الأسر بقدر أجيب شدة المجال الكهربائي لسلة القصير بقول له لا لأنه بيكون الأطراف عمل لي مشكلة وبالتالي مش كل الأشكال ينطبق عليها قانون جاوس ومش كل الأشكال ينطبق عليها قانون أمبير إذن بقول لي like جاوس the usefulness of أمبير's law is in calculating the magnetic field at a point at a point هذه كيف بدأ أشغل to do that the following remarks should be noticed ليش الريمارك سأدول عشان أقدر أطلع بيج بره التكامل عشان أضمن بي constant حوالين اللوب أول حاجة بقولي the closed loop must be choosing such that either b is constant عشان تطلع بره around the loop or the integral is zero طيب الانتغران كيف تشايف سوري ما هو التكامل إيش في التكامل في dot product سوري إيش اللي طلعنا هالمسافة هذي بهم مش كيف هذي بيطلع سفر قولك هذي بيجيب قصان هب إنه بي و دي اللي زيوى بينهم 90 ريحني قصان 90 قدش برك كل هطار zero إذن لو كانت بي و دي المتعمدات ريحني لأنه التكامل روح وصعتها بجيب النتيجة بسهولة تمام إذن أول واحد the loop must be choosing such that either b is constant around the loop or the integrant is zero وبعرف zero وقت هش لما تكون بي و دي المتعمدات حلو for the above not to be satisfied عشان هذا يتحقق بيقول لي أمبير زلو لا ينطبق على جميع الحالات ولا ممكن لأنه في حالات بتقدرش تطبق الشرط الأول وإحنا هناخد ثلاث أشكال ملغوم رابع زي جاوز زلو سيليك هذا السيليك أي سيليك هو المجال المغناطيسي إذا كيف بده كون شكل السيليك قل السيليك بده كون طويل جدا طويل جدا هاي أول واح حالة إيش الحالة الثانية قل لو هذا عامل زي الحلزونة سيليك حلزونة وبرضو طويل بيزبط جالي بيزبط بسميه ملف حلزوني سورينويد حني جي جالي أو سيليك لفه حوالين كعكة سيليك لفه حوالين كعكة برضو هذا الشرط الأول بتحقق الثانية الثانية يجب أن الثانية الثانية وزي ما قلت لكم لا سيركل لا ريكتانجل وحالي شرح بالتفصيل ليش سيركل وليش ريكتانجل إذن معناته اللوب اللي بكت تختارها طبعا الثانية لوب زي القاوزان سيرفيس هي لوب وهمية أنا بختارها ما هيش لوب حقيقية يعني اللوب ما فيش فيها تيار زي قاوزان سيرفيس ما فيش وحنات هذا كله وهمي طيب زي ما كنت أقول لك النقطة لازم تكون على سطح قاوزان سيرفيس هنا النقطة لازم تكون على محيط اللوب لازم تقع على محيط اللوب إذا والله أنت طبقت هدول هتطلع ب كونستنت أو زيرو بتكمل تكامل الدي إل هو إل وهو محيط اللوب واللوب دائرة محيط اثنين باي آر مستطيل هو عبارة عن مجموعة أضلاحة ضعفي جمع الطور في العرض وخلصنا نشوف هاليكويز قال لي هادي اللوب شايفين هم كل لوب أكم لوب عندي قال لي إيه اللوب الكبيرة شايفين هالوب والبي هادي والسي هادي والدي هادي كلهم لوب مغلقة ولا لا كلهم لوب مغلقة ينطبق عليهم قانون أمبير ينطبق عليهم قانون أمبير قال قانون أمبير لحنا لسا بدنا نحسب شدة المجال القانون بنطبق وفي عندي تيارات زي ما تشوف 1 أمبير 5 أمبير 2 أمبير هذا كيف في اتجاهه عليا وهذا كيف في اتجاهه عليا هذا رص الدبوس وهذا كيف في اتجاهه هذه قاعدة الدبوس 1 أمبير 5 أمبير 2 أمبير حلو ايش بدو بيقول لي rank the magnitude of B dot DL for the four closed path from least to greatest من الكبير لالصغير طبعا احنا التكامل هذا يش يساوي ميون التكامل هاي قانون أمبير نكتبه نكتبه ويش ورانا هذا التكامل المغلق B dot DL راح ضبط عارفين انه في ضبط ايش بتساوي بتساوي ميونوت i in أو enclosed كما بدكم كتابنا كتب enclosed يمكن enclosed يعني اللي داخل المضمون يلا يا أخوان يلا يا أبناء ومنات الطالبات والطلاب بدي اي ايش ايش بيخترق المساحة بكل هذا بخترق وهذا بخترق وهذا بخترق طب ايش بدك تساوي مجموع كلهم يلا نجمع هدول خمسة واحد ستة برة هدول بدي اجمع هم ولا بدي اطرق هم بدي اطرق لانه عكس اذا هدول ستة صح ولا لا اذا اربعة اذا لا اي لا اي قديش بطلع الجواب ستة بروح من اثنين اربعة اميونوت اربعة هادي اربعة هادي لا اي طب نجي لبي بي وينها بي هايها ايش فيها ما ساعة ايش بيخترقها قال لي هادي وهادي هادي اتنين وهادي واحد مزبطوا لا اتنين نقص واحد بنعكس هم طبعا ممكن واحد يقول لي هادي خليها نقص هادي زادي مش مشكلة المهم اتنين نقص واحد او واحد نقص اتنين اذا واحد اميونوت اذا ستة ميونوت نشوف دي وينها دي دي هادي خمسة واتنين عكس زادي ثلاثة ثلاثة ميونوت يلا رطبوا لي اصغر واحدة ميونوت بي تاني واحدة دي بعدين اي واكبر واحدة سي اذن بي ميونوت ذن دي تلاثة ميونوت ذن ا اربعة ميونوت واخر واحدة سي ستة ميونوت نظبطوا لا اكوز بقول لي ان امبيرز لو بضط دي ال which of the following statements is correct بس خليني اقيم هدول اللي كتبناهم خربشنا تمام بيقول لي بي بي جاي من التيار بس هذا ولا من كل التيار الحوالي من كل التيار الحوالي اللوب تبعت امبير وهذه وهمية زي ملا داع والتيار اذا هذي غلاط the integration is to be performed over any loop لا any closed loop any closed loop اذا اشي هي الجملة الصح هذه هي الجملة الصح تمام انا بفضل نوقف هنا عشان لما نيجي نشرح قانون امبير وهي الشغلة المفيدة منه حساب شدة المجال البغناطيسي باستخدام قانون امبير هذا بدنا نفلته للفيديو الاخير ان شاء الله اللي حيتطرق لثلاث امثلة اللي انا حكيتها سيلك طويل جدا سيلك حلزوني بسميه سلونويد وسيلك ملفوظ حوالين كعكة بسميه تورويد وبظل عندي موضوع بسيط اللي هو جاوز لو الماغنتيزم او الماغنتيك نتوقف عند هذا الحد ونستودعكم الله والى اللقاء في الفيديو الاخير في شبط 8 والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله